يا أخي كل حاجة في مصر كل حاجة كل تفصيلة كل شيء بيثبت أنه إحنا فعلا بلد كبير وبلد مهم وشعب عظيم وكبير ومهم وقادر دائما على اختراق كل أسقف التوقعات تعود تفكر يعني إيه بلد عمره 8000 سنة عمل أول سلم موسيقي على المستوى العالم على مستوى الموسيقى الفن الموسيقي اللي هو السلم الموسيقي المصري القديم اللي هو السلم الخماسي لو حبيت يعني أنك أنت توصفه إيه دا؟ يعني أنت أول من أبدع بشكل منظم وأكاديمي وعلمي في الموسيقى من آلاف السنين يعني المسألة لما تيجي تقول مثلا مصر مهد الحضرات وفجر التاريخ يبقى مصر هي اللي عملت يعني إيه موسيقى بشكل أكاديمي مصر هي اللي عملت الأداب والتدوين بشكل أكاديمي مصر هي اللي اشتغلت على التصوير الجداري لو صح التعبير الجداريات العملاقة فنون النحت والفنون التشكيلية المختلفة تركيب الألوان مصر من آلاف السنين هي اللي اخترعت الجراحات بتاعة المخ وجراحات مش عارف الكسر والجبر والبتر إذا يعني ربنا طبعا يدي الصحة للجميع وبعد الشر عن أي حد لكن تعد فكر وإنت بتقرأ بالمناسبة في برديات يعني المسألة مش محتاجة المزيد والمزيد والمزيد من البحث انت هتلاقي برديات كده موجودة والحاجات دي كلها منشورة ومعروفة موجودة على جوجل مصر تلاقيها هي أكبر وأهم جيش موجود في المنطقة بقاله آلاف السنين الجيش اللي معروف بانتصاره ولهذا كان سيدنا محمد عليها أفضل صوته السلام رسولنا الكريم لما جاء يوصي بأنه مصر هتتفتح لكم ربنا هيكتب الإسلام إنه يدخل إلى مصر وفي القريب واتخذوا منها جندا طب ليه يا ترى علشان خير أجناد الأرض طب يعني إيه خير أجناد الأرض خد بالك الجندي مش بس مقاتل محارب الجندي دا لازم يبقى زكي شجاع مقدام جسور جريء ناصح دارس فاهم عارف توبوغرافية المكان الطبيعة المكانية وشكل التحرك فيها إيه واستراتيجيته وتحريك الجموع كلمة جندي هنا يعني من أصغر مجنط خالص لسه الغنطوت شاب صغير لأكبر رتبة عسكرية موجودة فهنا الكلمة بتاعة الرسول هي تنسحب لكل الشعب المصري الكل هم دول خير أجناد الأرض الأقوياء الأزكياء الله الله تحط تفكر حتى الحكمة الإلهية أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الجدة الأولى لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مصرية ستنا هاجر أم العرب مش كده بالستنا هاجر هي أم سيدنا إسماعيل وجاء الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من نسل سيدنا إسماعيل إلى سيدنا إبراهيم عليهم السلام جميعاً فتشوف هنا ربنا كتب كتب لمصر إنها تبقى أم العرب أم العروبة كتب لمصر إن هي تبقى المميزة في هذه القر مميزة بالإيه؟ مميزة بالحضارة مميزة بإيه؟ بالثقافة مميزة بإيه؟ بشتى أشكال الفنون والعلوم مميزة بإيه؟ بجيش ودي حاجة حلوة بقى جداً الجيش الوحيد على ظهر البسيطة اللي ما عندوش أي طموحات على الإطلاق في التمدد خارج بلاده للاحتلال أو السبي أو الاستعباد أو استغلال الثروات أو أنه يستغل اقتصاديات الدول على مر التاريخ جيش طول الوقت بيحافظ على حدوده ويحافظ على أمن الديرة الحيوية بتاعته جيش دافع عن العرب كلهم كلهم في تمانية واربعين تعب في سبعة وستين وقت النكسة انتصر انتصار مؤذر العالم كله كتب فيه آلاف من الدراسات الماجستير والدكتوراه سواء إذا كانت سياسية أو عسكرية على إزاي الجيش ده عرف يفوز في تلاتة وسبعين أو ينتصر بمعنى أدق في تلاتة وسبعين فيحمي العروبة بالكامل مصر حامت العروبة تاني في 2013 لما قضت على بلد المنشأ والمنبع بتاع التنظيم الإخوان وبالتالي هي كانت تحمي العرب جميعا مش بس مصر مصر هنا ما كانتش بتحمي نفسها من التنظيم وخلاص لا مصر باللي عملته كسرت التنظيم في تونس وكسرت التنظيم في العراق وكسرت التنظيم في سوريا وكسرت أي شكل من أشكال محاولات يائسة حقيرة للتنظيم أنه يحاول يختارق دولنا العربية في الخليج الشقيق على سبيل المثال أو أنه يتمدد في الجنوب يذهب إلى السودان أو يذهب إلى دولة شقيقة زي تشاد أو يذهب إلى دولة شقيقة زي تنزانيا إلخ 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 مصر طول الوقت المقدر لها أنها تبقى الكبيرة الكبيرة بالقوي مصر 113 سنة سينما دخلين على 114 وفع عشرين 22 مصر أهم العلماء أهم الأطباء أهم المهندسين أهم الملحنين أهم الممثلين أهم المخرجين أهم الروائيين أهم كتاب السيناريو أهم المصرحيين أهم أي حاجة هتلاقيها دايما هنا وتاني دا والله 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 ما هو أي تعصب عن إطلاق دا بالرقم وإن شئت لوضعنا الإحصاء معا ونعد نعد دي مصر ترجمة نانسي قنقر